اشتركوا في القناة انا بجيب الرز اللي هو البلدي المصري اللي هو شكله كده اللي هو الشكل ده الرز ده طبعا بنخسله كويس جدا الأول بنقيه لو فيه اي حاجة وفيه انواع من الرز بتبقى نظيفة ما فيهش اي حاجة الرز ده بنخسله كويس جدا بالشكل ده انا غصلته كويس جدا وبنصفيه من المي زي ما احنا شايفين بالشكل ده بعدين بنجيب بقى طبق كبير او صانية كبيرة زي ما احنا شايفين كده وهنفرد عليها فوطة الفوطة دي علشان تمتص المياه الزيادة اللي في الرز هنبتدي بقى نزل الرز على الفوطة بالشكل ده وهنفردها بالشكل ده وهنسيبها يوم كامل لحد لما الرز ينشف خالص من المياه اللي فيه الفوطة دي هتمتص كل المياه الزيادة وهتساعد انه ينشف بشكل كبير بعد ما بنسيبها يوم كامل في الهوى كده لحد لما ينشف هنبتدي بقى نجيب اي حاجة عندنا كبة الكبة اللي هي بتطحن التوابل طبعا تكون نظيفة هنبتدي بقى نجيب الرز كده هنحط فيها الرز وهنبتدي نطحنه هنطحن الرز انا هطحنه وهوريكم دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي هنتحن مع بعض الرز وارجعلكو تايمي دلوقتي بقى بعد ما طحننا الرز هنجيب صانية كبيرة وهنجيب منخل بيكون الخروم بتاعته ديقة جدا ونبتدي ننزل الرز بالشكل ده طبعا بينزل حاجات نعمة وبيتبقى الحاجات الخشنة تاني الحاجات الخشنة دي انا بفضل اعيد عليها لحد لما يعني تقل خالص انا برضو حاسة ان هو مش ناعم بالشكل المطلوب فيفضل ان انت تجي بحاجة تكون ديقة جدا انا لقيت منخل كده عند ماما ده اللي هو المنخل بتاع الدقيق ما عرفش بقى موجود هنا ولا مش موجود بجيب بقى جورنال كبير كده وهعمل برضو الرز هنزله من المنخل ده علشان انا عايزة يبقى ناعم بشكل كبير يبقى زيد بالضبط بفضل انخل كده الرز والحاجات اللي بقية دي بفضل اعيد عليها يعني هطحنها تاني لحد لما ميبقاش عندي يبقى عندي حاجات بسيطة جدا وهكذا لحد ما خلص كل الكمية زي ما احنا شايفين كده الرز ناعم ناعم خالص والخشن بيفضل موجود في المنخل ده ده شكل الرز بعد ما خلصنا شايفين حصلنا على ديق ناعم جدا وده شوية الخشن اللي اتبقوا ده الممكن هنستخدمهم مع الكفتة مع اي حاجة هنقول لكم حاجات هنستخدمها فيها ان شاء الله الديق ده هنعمل منه حاجات حلوة جدا تنفع لمرضى حساسية الامح ان شاء الله الوصفة تعجبكم بعد لما نخلص كل الكمية اللي عندنا هنشيله في علبة بلاستيك ونحطه في التلاجة وبعدين بقى نطلعه عند الاستخدام الديق ده موجود في السوبر ماركت الكبيرة بتلاقيه في قسم الاغذية اللي هي الصحية طبعا في ناس كتيرة مش هتلاقيه فتعمله بالطريقة دي ان شاء الله هنعمل منه اكلات جميلة جدا بتمفع لمرضى حساسية الامح ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم وهنعمل حاجات تانية كتير وهنقول لكم بدائل كمان دقيق من غير جلوتين يا رب الوصفة تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير ولما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته